بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي أنم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه على كل حال جزيلاً جميلاً دائماً بدوام ملك الله اللهم صلِّ وسلِّم مبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بعثانٍ إلى عوم الدين رب شرح لي الصدري وإسشر لي أمري وأهل العقدة من لساني وقوه قولي وَلَا حُولَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ زِدْنَا عِلْمًا وَحِلْمًا وَفَهُمَا رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ وَالسَّعَادَةَ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيقُ وَمِنْهُ تَحْخِيقُ وَبِهِ التَّصْدِيقُ إِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّيَّاتُ وَالْلَّعِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ نعم طيب ثم شرط للإمام فيما سبق أنقر المسنف بعض الشروط التي شرطها للإمام الشيعة وفيما يلي يذكر المسنف شرطا حقا للإمام وذلك قوله وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ آهِلِ الْوِلَا يَتِي الْمُطِلَقَةِ الْكَامِلَةِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامِ مِنْ آهِلِ الْوِلَا يَتِي الْمُطِلَقَةِ الْكَامِلَةِ ما معنى هو كيف يكون من أهل الولاية المطلقة الكاملة هذا الذي يفسره الشارح أي مسلما حرا ذكرا عقلا بالغا الولاية المطلقة للمسلم الحري لو لم يكن حرا لا يكون له ولاية مطلقة ثم الولاية الكاملة للزكري نعم أما غير الزكرا المرع يكون لها ولاية لكن ليست كاملة بالغا عقلا بالغا فإذن كافر عبد امرأة مجنون صبي ليسوا آهلا للإمام إذن ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لذلك لا يجوز نصب لكافر إماما ولا يسيح إمامته والعبد مشغول بخدمة المولا مستحقر في عين الناس يعني الله سبحانه وتعالى شاغل العبد بشغل آخر فإذن لا يستطيع أن يفرغ لسياسة الأمور للنظر في مصالح أمور المسلمين وسياستهم لذلك كذلك مستحقر في عين الناس لذلك لا يرهبه والناس ولا يخافه لذلك لا يطيعوه والنساء ناقصات عقل ودين النساء ناقصات عقل ودين بالنسبة للرجال ناقصات عقل ودين هذا لفظ حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبين للمردين عيبين خلقيين نخصانهن في العقل والدين هذا عيب وكذلك نعدم الشكرهن لنعمة أزواجهن لإحسانات أزواجهن نعم وما كان لذلك اعتراض لهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هن قبلوا هذا الحديث ثم منهن من نشرت هذا الحديث منهن من جنس النسائي من نشرت هذا الحديث إذن هذا في الحقيقة كانت تحذيرا للرجال لأن يكونوا حذرا مما يقع من النساء من الأخطاء لأجل ذلك لا يخاسمونهن لماذا خلقيا لهن نخصان فلا يليق بالرجال أن يخاسموهن أن يعاندوهن فيما يقع منهن من خطئ وعيب وسوء عدب وهكذا نعم ناقصات عقل ودين فإذن هنا نخصان العقل موجود كذلك نخصان الدين موجود ففي كل مرات نفسر هذا يعني عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سأله بعض الصحابة أو بعض النساء الصحابيات كيف يكون نخصان دين عقلهن ودينهن فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بنخصان شهادتهن يعني امرأتان تقومان بمنزلة رجل شاهد فإذن هذا يدل على نخصانهن زم أنهما بلغت المرأة في العبادات أو في العلم هي ناقصة عقل بهذا الاعتبار نعم ثم في الدين يعني يعهدنا كذلك يصيبهن النفاس والحيل كذا كذا عندئذن يفوتهن شيء من العبادات من الصلاة والصوم فإذن لا يمكن ما لهن يعبدنا الله سبحانه وتعالى كما يعبد الرجال ثم والصبي والمجنون قاصران عن تدبير اللموري والتصرفي في مساله الجمهوري هذا والح جدا ثم سائسا أن يكون الإمام سائسا ما معنى سائسا ما معنى أي مالكا للتصرفي في أمور المسلمين بقوة رأيه وربيته ومعونة بوسه وشوكته هذا معنى كونه سائسا ينبغي أن يكون له قوة رأي رأي قوي رأي قوي معناه لو رأاه لو رأى هذا الرأي فالناس يقبلونه لقوته ليس اللعيفا يعني كل من عنده عقل قوي يمدح هذا الرأي ويقدم أو يقبل لقبوله هذا هو الرأي القوي وربيته ربيت يعني النظر والفكر بهدوء هذا هو الربيته ومعونة بأسه وشوكته كذلك يتصرف في أمور المسلمين كيف بمعونة بأسه يعني قوته شوكته شجاعته هكذا هذا سائس قادرا بعلمه وعدله وكفايته وشجاعته نعم أنبغي أن يكون قادرا على حفظ حدود دار الإسلام حتى لا يعتدي على دار الإسلام أحد من العدائي ثم وينصف المظلوم من الظالم أنبغي أن يكون قادرا أني اللعالم لا يتغلب عليه بل يطيعه حتى لا يوفي حق المظلوم نعم قادرا كيف يكون هذه القدرة بعلمه وعدله وكفايته كفايتان آهلية وشجاعته نعم وَلَا يَنْعَزِلُ الْإِمَامُ بِالْفِسْقِي وَالْجَوْرِي بِالْفِسْقِي معناه بِالْخُرُوجِ أَنْ تَعَيْتِ اللَّهِ تَعْلَى لِوْ خَرَجَا إِمَامٌ أَنْ تَعَيْتِ اللَّهِ تَعْلَى بَلْ بَدَأَا أَنْ يَعْسِي اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعْلَى بِسَغِيرَةٍ أو كَبِيرَةٍ هكذا بِالْفِسْقِي لا يَنَعْزِل وَالْجَوْرِ الجورة يعني الظلم على عبادة الله تعالى ممكن هو يظلم الناس الإمام بدأ يظلم الناس يأخذ مالهم يضربهم هكذا ينفذ عليهم حكام باطلا هكذا لذا لا ينزلوه لماذا لأنه قد لاهر الفسق واندشر الجور من اللا إمتي والمرائي بعد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم والسلف رضي الله عنهم قد كانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والعيادة بإذنهم ولا يرون الخروج عليهم نعم بعد الخلفاء الراشدين كانوا مراء وآئمة والسلاحر فيهم هذا الجور والفسق بعض منهم ليس الجميع بل بعض منهم ظهر فيهم الفسق والجور والظلم ومع ذلك كان السلف الصالح ينقادون لهم يعني يطيعون لأحكامهم هكذا ويقيمون الجمع والعيادة بإذنهم وهذا يدل على نفوذ أحكامهم لو كان لو إن أعزل هذا الحاكم هذا الإمام لو إن أعزل بفسقه وجوره لا ينفذ حكمه فلا تصح جمعة وآئيد بإذنهم هذا مذهب الإمام أبي حنيف رحمه الله يقامت الجمع والجماعة والعياد بإذن الخلفاء الأئمة نعم والحكام ولا يرون الخروج عليهم السلف رضي الله أن ما رأوا الخروج عليهم يعني خرج على بمعنى الخلاف ما رأوا مخالفتهم ثم ولي أن الإسمة ليست بشرط للإمامة باتداء فبقاء النولى يعني الإسمة ليست شرطا للإمام إذن في البقاء هذا ليس بشرط بطريق اللولى هذا مذهب الإمام أبي حنيف رحمه الله مذهب الماتريدية وعن الشافعي رحمه الله تعالى أن الإمام ينعزل بالفسق والجوري وكذا كل قال وآمير هذه المسألة مختلفة فيها عند الإمام الشافعي رضي الله أنه ينعزل بالفسق والجوري وكذا كل قال وآمير أي قال أي أمير ينعزل بفسقه وجوري واصل المسألة أن الفاسقة ليس من أهل الولاية عند الشافعي رحمه الله تعالى نعم فإذا فيما سبقه من بيان الولاية المطلقة الكاملة أمر زايد على ما ذكره عند الإمام الشافعي رحمه الله وأن يكون عدلا مسلما حرا ذكرا عدلا عقلا بالغا هكذا عنده ما ما ذكر الشارع عند الإمام أبي حنيف رحمه الله واصل المسألة أن الفاسقة ليس من أهل الولاية عند الشافعي رحمه الله تعالى لأنه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره لا ينظر لنفسه يعني هذا رجل فاسق ولا ينظر مصلحة نفسه لو كان ينظر ويعتبر مصلحة نفسه ينبغي أن لا يفعل المعسية أن لا يعسي الله تعالى أن لا يفسق وأن لا يظلم فهذا عدم الفسق والجور علامة نظر مصلحة نفسه لكن الفسق والجور هو علامة عدم نظر مصلحة نفسه فإذن كيف ينظر مصلحة غيره ولا ينظر لا يعتبر مصلحة نفسه لذلك يفسق يعتبر الفسق والجور والفجور هكذا فكيف ينظر مصلحة غيره لذلك ليس عند الإمام الشافع رحمه الله هو من أهل الولاية وعند أبيهنه رحمه الله تعالى هو من أهل الولاية حتى يصح للب الفاسق تزویج ابنته الصغيرة لماذا قال الصغيرة عند الإمام أبيهنه رحمه الله الولاية للمرأة لو كانت بالغة ما عند الشافعية ليس للمرأة ولاية لذلك قال ابنته الصغيرة والولاية على نكاهها لأبيهنه والمصطور في كتب الشافعية أن القالية ينزل بالفسق بخلاف الإمام هذا الذي ذكر أولا أن الفاسق ليس من أهل الولاية وبخلاف ذلك يوجد في كتب الشافعية أن القالية ينزل بالفسقي بخلاف الإمام يعني الإمام لا ينزل بالفسقي فإذن ما الفرق بين القالي والإمام والفرق أن في انعزاله ووجوب نصب غيره إثارة الفتنة لما له من الشوكة بخلاف القالي هكذا فرقه القالي يكون فوقه إمام أو حاكم أو سلطان ويعزله لو فسق ويعزله فإذن هو يذهب لا باش فوقه ذو شوكة ذو قوة شجاعة لذلك لا يكون هناك فتنة ولا فساد أما لو إن عزل الإمام بفسقه فيكون هناك إثارة الفتنة لماذا؟ فهذا الذي فسقه الإمام الذي فسقه لا يترك منصبه لماذا؟ هو مخالف هو بدأ أن يخالف دين الله تعالى بسبب ارتكابه المعاسية والفجور والفسق والظلمة هكذا فإذن هو يحاول بشوكته وقوته أن يبقى في منصب الإمامة فالمسلمون لو ذهبوا أن يبايعوا رجلا آخر إماما يكون بينهما معاندة مخاسمة هكذا مشاكل فتن لذلك يعفعن هنا إذن أولا ذكر قولا لإمام الشافعي رضي الله هناك قال في كتب الشافعية بينهما فرق الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب رضي الله الشافعية يعني أتباعه في المذهب الشافعي يعني الشافعية جميع من يعتبر قوله في المذهب الشافعي من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه الذين يسمون بأصحاب الوجوهي ثم وفي رواية النوادر عن العلماء الثلاثة أنه لا يجو زخ الله الفاسق يعني العلماء الثلاثة يعني الإمام اللعظم والصاحبين ابو يوسف عقوب رضي الله محمد الشيباني يعني صاحب الإمام اللعظم هذه هي الثلاثة العلماء الثلاثة عنهم رواية النوادر النوادر ما هو النواني مسائل والمذهب الحنفي منقسمة إلى قسمين هذا لاهر الرواية مسائل لاهر الرواية مسائل النوادر ما معنى مسائل لاهر الرواية يعني المسائل أو الأقوال التي تروى بتريق التواتري فإذن هذا الحكم هذا القول لو كان مرويا للإمام اللعظم بطريق التواتري يكون هذا الحكم من مسائل لاهر الرواية كذلك يعني صاحبين لو لم يكن روايته على التواتري بل بالفرد بالتفرد يعني لم يبلغ عدد روااته حد التواتري بل يبقى في حيز يعني الآحاد فهذا الحكم فهذه المسائل يقال لها مسائل النوادر نعم أنه لا يجوز قضاء الفاسق يعني في الجملة هناك في هذه المسألة اختلاف بين الفقهاء وقال بعض المشايخ إذا قلد الفاسق إذا قلد الفاسق باتداء نصحه إذا قلد تقليد بمعنى النصب إذا ولي إذا نصب رجل فاسق كإمام باتداء نصحه ولو قلد وهو عدل ينزل بالفسق هكذا أن بعض المشايخ تفصيل ينزل بالفسق لأن المقلد يعتمد عدالته المقلد يعني الناصب من آهل الحل والعقد آهل الحل والعقد ينصبون الإماما فهؤلاء هم الناصبون المقلدون نعم إذا اعتمد عدالته فلم يرلع بقلائه دونها يعني دون العدالة لذلك وفي فتاوة قال رحمة الله عليه أجمع على أنه إذا ارتشى لا ينبذ قلاؤه فيما ارتشى هذا مسألة أخرى الارتشى يعني آخذ الرشوة آخذ الرشوة إذن آخذ مقابلة على ظلم وهو يحكم هذا القالي يحكم بحكم بدون حق يحكم لواحد على آخرا في الحق وهذا الحكم ليس مستحقا لهذا الرشوة يخذ الرشوة فإذن لا ينبذ حكم هو قلاؤه في مرتشى في هذه المسألة فقط وأنه إذا أخذ القالي القلاء بالرشوة لا يصير قاليا يعني هو أخذ منصب القالي كيف بإعطاء الرشوة هو عطاء لآهل الحل واللاقد مبلغا ثم هو حسل منصب القلاء هذا النصب ليس بصحيح لا يصير قاليا ولو قلاء لا ينبذ قلاء هو إذن ثم وتجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر نعم هذه المسألة تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر يعني هذا الإمام لو فسق لو ظلم يكون فاسق أو أنه بناء أن لا مذهب الإمام العظم الفاسق هو من أهل الولايات لذلك نصيب رجل فاسق كإمام هل يسيح وراءه أن يصلي نعم هذا صحيح أما تفاصيل في مسألة الإقتداء بالمبتدعي فمذكورة في المطولات من كتب الفقهي من كتب الفروعي من كتب المذاهب الأربعة هم بيّنوا تفاصيل هذا هنا ترتيبا لما سبق يعني هنا شبهت عجاب المسنف عن تلك الشبهت يعني بناء أن لا مذهب الإمام العظم هذا لا ينأزل القاضي وكذلك لا ينأزل الإمام بفسقه وجوره فإذن هناك شبهت وهذا الإمام يكون يتم بالناس يصلي بالناس فهل اقتداء به التصح صلاة المقتدی أو لا تصح صلاة المقتدی نعم التصح تجوز يعني تصح صحيح كذلك جائز خلف كل بر وفاجر لقوله عليه السلام صلو خلف كل بر وفاجر لأن علماء الامت كانوا يصلون خلف الفسقتي كما عشرنا سابقا كان بعد الخلفاء الأربعة بعد الأئمة أو بعد المرائي ظهر فيهم الفسق والجور ومع ذلك الولماء في ذلك الزمان يصلون خلفهم وحذا يدل على صحة خلف الفسقتي وآهل الأهواء والمبتدع من غير نكير هذا هذا يدل على الجواز لا يدل على نفي الكراهة وكذلك قال بعض العلماء أن هذا حرام لمن يقتدى به لرجل يقتدى به هذا حرام كراهة لغير المقتدى به ثم هنا مسألة تفصيل آخر موجود يعني لو صلى هكذا في جماعة إمامه فاسق فهل يحصل ثواب الجماعة يعني ثواب السبع والعشرين ضعفا من صلاة الفضي هل يحصل فيه اذن اختلاف لو كان يجد جماعة اخرى إمامها سني فلا يحصل الثواب لأجل تقصيره وهناك بعض قال لو لم يجد غير هذه الجماعة يحصل وبعض قال لا يجد اصل لو وجد جماعة اخرى او لم يجد جماعة اخرى لَوِ اقتدى بِمُبُتَّدِعٍ فَصَلَاتُهُ صَحِيْهَةٌ فَقَدْ لَيْسَ لَهُ ثَوَابٌ وَلَا فَضُلٌ بَلِ الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا اللَّفْلَ أَنْ يُصَلِّي مُنْفَرِدًا هنا ذكر مسألة الصحيحة فقط ثم وَمَا نُقِلَ أَنْ بَعْضِ السَّلَفِ مِنَ الْمَنِ يعني الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبُتَّدِعِ فَمَحْمُولٌ أَلَى الْكَرَاهَةِ نعم بعض الصَّلَفِ الصَّالِحِين بعض من الصحابة مثلا عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وَكَانَ يَتَعَ يُشَدِّدُ النَّكِير وَبْنِ عَبَّاسٍ وهكذا يعني بعض الصَّلَفِ الصَّالِحِ هكذا يُنْغَلْ عنه المنع من الصلاة خلف الفاسق والمبتدع فَمَحْمُولُنَ لَلْكَرَاهَةِ إذِ لَا كَلَامَ فِي كَلَا كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْفَاسِقِ وَالْمُبُتَّدِعِ إذِ لَا كَلَامَ مَعْنَاهُ لَا خِلَافَ وَفِي كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ هو مَكْرُوْهِ ومع ذلك صحيحة وَهَذَا إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْفِسْقُ وَالْبِدِعْتُ إِلَى حَدِّ الْكُفِرِ لو أدَّى إِلَى حَدِّ الْكُفِرِ فَصَلَاتُهُ بَاطِلَةٌ فَأَمَّا إِذَا أَدَّى فَلَا كَلَامَ فِي عَدْمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فَلَا خِلَافَ ثُمَّ الْمُعْتَزِلَتُ وَإِنْ جَعَلُوا الْفَاسِقَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ لَكِنَّ هُمْ يُجَوِّزُونَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ لِمَا أَنَّ شَرْطَ الْإِمَامَةِ عِندَهُمْ عَدْمُ الْكُفِرِ لَا أُجُودُ الْإِمَانِ نعم إن هذا الرجل الفاسق هو خارجناً للإيمان لكن لم يتحقق فيه الكفر لأجل ذلك هَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ نعم لَا أُجُودُ الْإِمَانِ بِمَعْنَةَ تَسْدِيقِ وَلَّا قَرَارِ وَلَّا مَالِ جَمِيعًا وَيُسَلَّى عَلَى كُلِّ بَرْدٍ وَفَاجِرٍ ثُمَّ مَسَّلَى فَهَذَا الْإِمَامُ لَوْ مَاتَى هَلْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ هَذَا يَنِي شُبُهَةً تَانِي فَإِذَا ذَكَّرَ الْمُسَنِّفَ هَاتَّينَ الْمَسَّلَتَيْنِ جَوَازُ الصَّلَاةِ خَلْفَ كُلِّ بَرْدٍ وَفَاجِرٍ جَوَازُ الصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ بَرْدٍ وَفَاجِرٍ اِزَالَةً لِشُبُهَةِ النَّشَاتِ مِمَّا ذَكَرَهَا سَابِقًا من أن الإمام لا ينعزل بالفسق والجوري ليس هذا تفصيل هذه المسائل تفصيل هذه المسائل تَوَلَّا هَا أَلْفِقُهُ وَيُصَلَّا أَلَى كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ يعني لو مات هذا الإمام الفاسق يُصَلَّا عليه يعني يجوز هذا الصلاة إذا ماتت على الإيمان هذا الفاجر لو ماتت على الإيمان للجمع ولقوله عليه السلام لا تدعو الصلاة على من مات من أهل القبلة لا تدعو الصلاة من دعا يدعوه من ودعا يدعنا من ودعا يدعوه لا تدعو الصلاة على من مات من أهل القبلة فإن غيلا أمثال هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه فلا وجه لإرادها في أصول الكلام هكذا يعني اعتراض وإن أراد أن اعتقاد حقية ذلك واجب وهذا من الوصول فجميع مسائل الفقه كذلك لو كانت تيويل ذكر هذه المسائل في كتب علم الكلام لو كانت تيويله أن اعتقاد حقية ذلك واجب يعني يجب على كل مؤمن اعتقاد صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر كذلك يجب على كل مؤمن اعتقاد صحة الصلاة على جنازة كل بر وفاجر فإذن يكون هذا من المسائل الاعتقادية فتذكر هذه المسائل في كتب علم الكلام لو كان هكذا التيويل فهذا نسخ خاصا بحاتين المسالتين بل جميع مسائل الفقه هكذا كما ذكر الفقه في أركان الصلاة يعني ينبغي أن يعتقد الركن ركنا لو اعتقد ركن الصلاة نفلا لا يصح صلاته كذلك مثلا هذا رجل ينقر وجوب صوم رمضان هو يكفر لو أنقر وجوب صوم رمضان رجل يكفر لماذا أنقر معناه لا يعتقد وجوبه وهو كافر لماذا لأنصهم وجوبه معلوم من الدين بالضرورة نعم فإذن لو كان هذا هو التيويل هذا ليس بخاص بحاتين المسالتين وهذا من الوصول هذا من الوصول يعني اعتقاد حقية ذلك واجب هذا من الوصول يعني من نصول الدين من علم الكلام وجميع مسائل الفقه كذلك قلنا أنه لما فرغ من مقاصد علم الكلام من مباحث الذات والصفات والأفعال والمعاد والنبوة والإمامة على قانون أهل الإسلام ذكر هذه المسائل على قانون أهل الإسلام وطريقة أهل السنة والجماعة نعم حاول التنبیح على نوبذ من المسائل التي يتميز بها أهل السنة من غيرهم نعم إلى الهنا ذكر المصنف عقائد أهل السنة ومن هنا يذكر المصنف علامات أهل السنة بهذه العلامات يتميز السنی أي الصوفي عن غيره يعني السنی والصوفي يتميز عن غيره بالعلامات لأن المعتقدات يعني مخفية وكامنة في القلوب لا يمكن للإطلاع عليها لذلك ينبغي علامات نعم حاول التنبیح على نوبذ من المسائل التي يتميز بها أهل السنة من غيرهم مما خالف فيه المعتزلت فهذه المسائل إما خالف فيها المعتزلت وبالشيعت وبالفلاصفت وبالملاهدت وغيرهم من أهل البدعی والله وائز وعن قانت تلك المسائل من فروع الفقه وغيرها من الجزئیات المتعلقة بالاقایدی وفیما اليه اعتقاد المسلمین في الصحابة رضی اللہ تعالی عنه نقرأ فيما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلا الله على خیر خلقه سیدنا محمد والی وصحابی جماعی والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة